بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكو شباب وبنات سنوية عامة ان شاء الله في الفيديو ده هقدم لكم مجموعة مواقف كبيرة جدا عن الوحدة الاولى اللي هي متعلقة بالرياضات الماف اللي انا فتحه دلوقتي وهشتغل منه اعده زميلي العزيز مصطفى العمري مؤلف كتاب ان شاء الله هو اعد الملف ده في مجموعة مواقف شاملة على الوحدة الاولى على التلات دروس وان شاء الله هنهقدم لكم الدرس دلوقتي ارجو نحن نركز كويس عشان هقرى الموقف وهترجمه ونشوف الاجابات عاملة ازاي هتبع سياسة ان انا هقرى وترجم وحل علشان انت تسمعني وتتبعني وتتعلم يعني تتعلم ازاي تتفكر وازاي تتقدر تحل المواقف علشان بعد كده لما تتحل انت بنفسك تبدأ تتذكرني بالخير وتحل صاح ان شاء الله هنبدأ سريعا مش هنركز على الارقام قوي اولا اه حضرتك انت بتسأل صديقك الرياضة التي يمارسها انت اللي بتسأل فانت هتقول يبقى انت هتقول السؤال كالسبور في تون فرير ما الرياضة التي يلعبها اخوك انا بلعب تزالب على الجليد انت تمارس انهي رياضة طبعا الاجابة اللي بوضوح حكون الاخيرة او سي لان ده سؤال بيسأل شخص انت بتلعب انهي رياضة طيب انت بتسأل صاحبك او هنا دي دي نقطة مهمة جدا اين البراتيك لسيكليزم اين هو يمارس الالف الرياضة ركوب الدراجات الدي هو هيقول انت بتسأله انت بتلعب الرياضة فين هو هيرد يقول سير لوتيران بلعبها على ارض الملعب سير لكور على ملعب التنس سير لابيست على التراك بتاع او المساري الدراجات طبعا طالما فيها سيكليزم هتبقى سير لابيست صديقك بيسألك او برضو او اين اين انت تذهب لكي تمارس السباحة انت هتقول عشان فيها سباحة يبقى ومش محتاجة كامل الاجابات لان سباحة يعني حمام السباحة بتسأل صاحبك عن فريقه او فريقه المفضل انت هتقول انت بتسأل انت هتقول السؤال طبعا انت بتسأل انت بتقول سؤال هيبقى الجملة الاولى او الفريق انت تشجع صديقك بيسألك صاحبك هو بيسألك نركز لا السباح او الجاري كيس كيسي ده يطلع ايه انت هتقول له رياضة فردية دي رياضة جماعية دي رياضة جماعية طبعا يعني رياضة فريق يعني هنا رياضة جماعية الاتنين بمعنى واحد اذا رياضة السباق هتكون رياضة فردية لان كل واحد بيجري بطوله يعني ويكونش فريق بيجري مع بعض بتسأل صاحبك السؤالة هو في اي ساعة في اي ساعة هو يمارس التنس هو هيرده يقول انت سألته الساعة كان بتلعب هو هيرده يقول لك الساعة السامنة صباحا يعني الساعة دلوقت تمانية صبح خبه لك ان السؤال فيه كلمة يبقى لازم الاجابة يكون فيها او طبعا ده سؤال مش محتاجين والاجابة الصحيح هكون صاحبك بيسألك ماذا هنستخدم لكي نمارس او لكي نلعب ركوب الامواج انت هتقول له كرة ولا اللي هو اللوح اللي بتركب عليه برجليك ده ولا مضرب طبعا اللي بنحطه على تحت رجلينا وننركب به او نعمل بيركوب الامواج صديقك بيسألك لماذا انت هنا لماذا سؤال عن السبب لماذا انت تذهب الى ملعب التنس انت هترد تقول طبعا الاجابة واضحة جدا لان كلمة كوخ واحنا بنشرح قلنا يعني ملعب التنس مش اي حاجة تانية صديقك بيسألك ما الرياضة اللي انت بتمارسها انت هتقول له السباحة ملابس الرياضة الكورة اكيد طبعا طالما فيها رياضة باختار الرياضة الاولى لها الكورة مش لعبة الكورة لا دي الكورة نفسها تمام فهي مش رياضة هي اداء انت بتسأل زميلك الرياضة اللي بيمارسها اونيفير هي دي مفتاح الحل اونيفير في الشتاء هيرد يقول لك ايه طبعا ركوب الامواج هي رياضة شتوية لانها مرتبطة بالجليد والجليد بيكون موجود في الشتاء حدا هيقول لي البوكس والفوليبول ممكن نلعبهم في الصيف ونلعبهم في الشتاء ده كلام مزبوط ولكن مرتبطة اكتر بالشتاء انا بزوان نحن نحتاج هنا افوار بزوان ده نحتاجه الى نحتاجه الى اللي هي باسكت او سلة طبعا الباسكت يبقى يبقى الباسكتبول صاحبك بيسألك كالسپور سبراتيك دونلو ما الرياضة التي تمارس دونلو في المياه انت هتقول له رياضة بتتلعب في المياه ناتاسيون جيم دانس دانس اللي هو البالي الجيم الجمباز اللي هي اه سباحة انت بتسأل زميلك ويلجو او تينيس اين يلعب تينيس طالما فيها تينيس يبقى على طول كوغ تسأل زميلك في اي رياضة بنستخدم الشبكة هو هيرد يقول لانتاسيون سباحة ما فيها الشبكة جودو جودو ما فيها الشبكة الاجابة الوحيدة المنطقية هنا هي فوتبول وكان منه الافضل انها تكون مسلا او تينيس او بينك بونج او تينيس دوتابل او رياضة كرة الريشة تمام دي اللي بيكون فيها شبكة في النص والكرة رايحة جاية عالية المدرب بيعطي نصيحة للاعبين يلدي هيقول لهم ايه جوي بيان العبوا جيداً ما تكسبوش الماتش انتم تكونوا لاعبين انتوا لاعبة طبعاً طالما نصيحة يبقى فعلا امر جوي بيان العبوا جيداً انت بتسأل صديقك اين يذهب لكي يلعب بادمنتون كرة الريشة هو هيرض يقول البحر على مونتاني الجبل في صالة الالعاب طبعاً الاجابة الصحيحة هتكون في صالة الالعاب انت تتكلم عن ميولك واذواقك هتقول ما رياضة لا تتحبوها انا بحب كرة القدم انا اذهب بلا طبعاً خدناها دي فولة او تانية سنوية ازاي تعبر عن ميولك عن طريق استخدام افعال زي امي وادوري وديتستي وبريفيري طبعاً هنا الاجابة المنطقية والوحيدة هي جيم انا احب كذا انت تعبر عن رأيك عن ماتش هتقول ما عبر عن رأيك هقول ايه الماتش يكون في استاد القاهرة هذه المباراة جلو تروف مانفيك انا اجده ممتاز او رائع ده التعبير عن الرأي جي تخوف كذا انا اجده كذا واقول صفة يبقى هنا التعبير عن الرأيك الماتش يكون بين الاهل والزمالك دي ما فيهاش رأيك صاحبك عايز يلعب ملكمه انت هتقول له للنقام هتقولين مرتبط من خلالك ده التعبير عن رأيك ملت jardين تقول لك ده التعبير عن الرأيك المرتبط من خلالك طبعاً بوكس مرتبطا بغن womb Thanks for the health of them إ recherches أنت تعتادر عن أديك عن plusieurs أمتحبات تعتادر الصديقك أنك لا تقبل أنك لا تقبل تعويتها pergunta انت سألت بكل صهر عمنا إنه لخبار استخدم diagnاج итанما وق لا يسعбо أنت تانية ديزولي ديزولي يعني سوري ايسف جسوي اوكوبي انا مشغول طبعا دي الإجابة الصحيحة بيانسور بالتأكيد جيفي فينير انا عايزاك خدنا دني بيانسور انا عايزاكي بالدليل على الموافقة مش الرفض فو اريفي انت تصل متأخر فو ديت هتقول ايه اكسيكيزي موا ابلوس الى اللقاء بونوي تصبه على خير وصلت متأخر بعتذر بقول اكسيكيزي موا لكن ابلوس دا ما جودة حد اقوله اشوفك بعدين او بونوي اقوله تصبه على خير تسأل صاحبك عن موعد المباراة او ساعة المباراة فو ديت هتقوله ايه كيف يكون الماتش هنا مش بيسأل عن الساعة المباراة تكون رائعة برضو ما سألتش عن الساعة في اي ساعة سوف تبدأ المباراة دي طبعا الإجابة الصحيحة يجب يكون معاك قفازات او قوانتيات يجب يكون معاك كورة صغيرة واثنين مضرب يمكنك الذهاب الى صالة الالعاب طبعا عشان يلعب تنس لازم يكون معاك بال ويضي راكت تمام لكن ما يفعش اقول جون قفازات وما يفعش اقول جيمناز لان التنس بتتلعب في سير لو كور كور الاخير هاته عندما نلعب كرة الهندبول كرة اليد نحتاج قفازات ولا كرة ولا راكت الهندبول ما بنحتاج لهاش قفازات ولا بنحتاج لها راكت مضارب اكيد الاختيار هيكون بلون لما بنلعب اسكالاد او نمارس اسكالاد تسلق الجبال نذهبه بنروح مونتاني جبل ولا جيمناز صالة الالعاب طالما فيها اسكالاد تسلق الجبال يبقى مونتاني لو الجبل عندما نذهب الى ملعب التنس اكيد كور قلنا مئة مرة ان كور تنس ملعب تنس اكيد الاجابة هتكون تنس عندما نمارس السباحة او نرتدي سباحة هنلبس ايه ميو دبان لو ازي السباحة ولا باسكت ولا ميو بس خب لك ان كلمة ميو الوحدي هكده مقصوب بيها ازي الرياضة بتاع فريق الكورة يعني الشرط والتيشرت بتاع الكورة لكن زي السباحة اسمه ميو دبان هي دي الاجابة الصحيح ونركز عشان ما نطلق باتش فدي صاحبك بيسالك بيسالك عن رأيك في التنس انت هتقوله اعتقد ان التنس رياضة خطيرة اعتقد ان التنس رياضة خطيرة في رأيك هل هو عنيف بور موا بالنسبة لي سيتانسبار كلاسيك هو رياضة تقليدية تعبر عن رأيك في حاجة عندك حلين يا اما تقول جوتروفك اجدو ان يا اما تقول بور موا وتقول جملة على الرياضة طيب جوتروفك لتنس اتنسبارك ستريم اعتقد ان التنس رياضة خطيرة طبعا دي حاجة غلط تماما لكن الاجابة الصحيح هتكون بور موا سيتانسبار كلاسيك هو رياضة كلاسيكية او تقليدية يعني ممرستها لا تسبب خطورة على حياة من يمارسها صاحبك بيسألك لماذا عندما تذهب لماذا تذهب الى الارض الملعب هتقول له تيران بنلعب عليها ايه تينيس لا تينيس مرتبطة بالكور تيران بنلعب عليها ناتاسيون سباحة برضو لا تيران نلعب عليها جولف مفيش مشكلة هي دي الاجابة الصحيحة أعطي رأيك عن رياضة خطيرة هتقول ايه رياضة خطيرة رأيك فيها هيكون عامل ازاي خطير جدا أنا بمارس رياضة تقليدية تسلق الجبال خطيرة مثل التنس طبعا بقول رأيك عن رياضة خطيرة هتكون الاجابة الاولى هي الاصحة صديقك بيسألك لماذا ليه بتروح الباتينوار الباتينوار يا شباب هو حاجة زي الصالة المغطى ولكن بأرضية الملعب بتستخدم للتزلج بتستخدم للرياضات التزلجية زي هوك الجليد والتزلج على الجليد اللي هو الجنبازي اللي هو الناس اللي بتتزحلق على الجليد بتتزحلق على أرض ممهدة للتزلج ده اسمه عشان نسيت اقولها في الفيديو بتاع الاسبار انت هتقول له ايه اطلب نروح الباتينوار الملعب ده علشان نمارس دي باتين باتين هو التزلج على الملعب الجليدي دي بلعب جولف لا بلعب بوكس لا تمام النقطة دي مهم ان انا نبه عليها على اني ما اقلتهاش في الفيديو بتاع الرياضات انا بركب حصان عندما ركوب حصان هي بتعادل كلمة في الروسية ودي الاجابات الصحيحة هنا يا شباب الفكرة من المواقف برضو عشان ان ممكن الاقي ناس دي لو تتقول المواقف الهايفة دي او التافة دي الفكرة هنا دي اسمها مواقف تدريبية تدريبية يعني ايه يعني بتدربك او بتعمل معك او مراجعة على وبتركز معك عشان تربط بين كلمات معينة وكلمات معينة خلاص فممكن ما تبقاش كلها بالشكل ده في الامتحان في حاجات سهلة وفي حاجات بسيطة بس الفكرة كلها انها بتنشط الزاكرة عندك في الفكاب في الكلمات بتركز عليك ان انت تربط بين كلمة معينة وكلمة تانية زي الرياضة والملعب بتاعها او زي الرياضة والحاجة اللي بتلعبها بتمارسها بيها فارجو ان محدش يلاقي الكلام ممل او مزعج ويدايق لا الكلام بيفكرك بكل الفكابيلير بتاعت الرياضة كلها تمام نرجع لما رجوعنا على انا بستخدم العجلة او الدراجة ليه وانا بلعب سيكليزم او تيران بنروح تيران ارض الملعب ليه تنس لها ملعب اسمه كور فولي لها بتتلعب في الجيمناز لكن بنلعب سير الو تيران بنلعب في فوتبول تمام تيران ده بتبقى ارض انجيلة وارد انجيلة واسعة يتلعب عليها بقى الجولف مثلا يتلعب عليها كرة قدم يتلعب عليها الرجبي تمام كده ايه او جيمناز نذهب الى صالة الالعاب فوتبول لقى تينيس لقى آآ باسكت او باسكت كرة السلة لان التينيس تاني كلام عملي كرر نفسه انا بستخدم الحبل ايه الرياضة اللي بنستخدم فيها الحبل اكيد ايه الرياضة اللي بنستخدم فيها الحبل اكيد تسلق الجبال صاحبك بيسألك لماذا تذهب الى لسه الانها الدرس اللي فات او الصفحة اللي فاتت ملعب تزلق او ملعب رياضات التزلق هتقول له ايه علشان العب تزلق صاحبك بيسألك عن اين انت تمارس الرياضتك المفضلة انت هتقول له خبالك هو بيسألك فانت هتقول سؤاله باين فانت هترد تقول ما هي رياضتك المفضلة طبعا لا انا امارسها او كلوب في النادي طبعا او السباحة هي رياضة المفضلة ركز انه هنا سألك بي او باين في لازم الاجابة يكون فيها مكان وهي الاجابة الثانية سألتك سألتك ما عما يلزم ايه الحاجات اللازمة لفير دول ايكيتاسيون علشان نلعب فروسية هو هيقول لك طالما فيها ايكيتاسيون يبقى شفال حسان انا مي فو دوماند صديق بيسألك دو كوا انا بزوان الى ما نحتاج بنحتاج ايه بور فير دول اناتاسيون علشان نلعب سباح كلام تكرر علشان نلعب بناتاسيون محتاجين ميو دبا انا مي فو براندر دي فوتو صاحبك عايز يلتقط صور الدي هيقول ايه جاي بزوان عند انا بباري فوتو انا محتاج كاميرا تصوير ايه ست انا بباري فوتو هزي هتكون كاميرا تصوير جاي انا بباري فوتو انا معايا كاميرا تصوير طالما هو عايز لتقط صور هيقولك انا محتاج جهاز تصوير وممكن يبقى فيها شوارة لخبطة الجملة دي لانه ممكن حد يحلها لاجابة الاختياري التالت لو انا معايا كاميرا تصوير والامانة الاتنين في الحالة دي ينفعوا انت بتتكلم عن اللي هي رياضة ركوب الدراجات في الطرق الوعرة هتقول سيتين سبور دي كيب انها رياضة فريق سيتين سبور اندي فيديوال رياضة فردية كليكتيف جماعية طبعا انت ركب العقلة لوحدك محدش بركب العقلة معك وبيكونش في تيم ما بفيش جميع ما فيش فريق يعني هي رياضة فردية صاحبك بيسالك عن فريقك المفضل انت هتقول جون كوراج لكيب دو بارسلون وشجع فريق بارسلونة كالكيب تون كوراج دا سؤال انا عايز الاجابة لو ما تش يبتدي الساعة كذا الاجابة الواضحة والصريحة هي الاجابة الاولة الشخص الذي يدرب اللاعبين هو مشجع اونترنر مدرب اربيتر حكم طالما فيها اونترن يبقى اونترنر اونترنر المدرب ماريون تذهب الى الجبل في الشتة اطارة جبل وشتة ليه بور لكي فير دي فوت فير دي سكي طبعا سكي تزلق على الجليد الجليد الجبلي كمان بور فار دي سيكليزم علشان تمارس رياضة ركوب الدراجات الفو عم فيلو فو دمانده افوتر امي بتسأل زميلك او صاحبك سكي الفو عما يلزم بور فار لكي تاسيون علشان تمارس الفروسية اكررت اكتر مماره فروسية يعني شفال فو دمانده كاله تون افي صاحبك بيسألك عن افي افي اللي هو رأيك سور الاسبار اكسترام تي دي رأيك في الرياضات الخطيرة انت هتقوله السان تري كالم دي هادية جدا السان كلاسيك انها كلاسيكية السان دانجيري طبعا اكسترام على طول دانجيري خطيرة فو دمانده افوترامي كالاسبار البريفير بتسأل صاحبك عن الرياضة اللي هو بيفضلها انت هتقول انت بتسأل انت هتقول يبقى انت هتقول السؤال ما الرياضة اللي انت بتفضلها او اللي انت بتحبها كرة الطائرة انا احب كثيرا الرياضة طبعا السؤال انت بتسأل يبقى لازم سؤال وهو صاحبك بيسألك ايه الرياضة اللي انت بتلعبها انت هتقول هو سألك فانت هتقول جو براتيك لوجوده اكيد هيدي الاجابة الصحيحة لعن التانيا سؤال ماذا انت تثمارسها التالتا مرات يبقى الى المعادة العم بالالم بان الاجباب قابوعي بلازم السؤال يكون بهل الى هو استك استك توا تقديك دوس khoحح او عزبوا س ár الجانب جانبه في costumes اتيت ابقى الى الجابة بوي جو أروس snarak سوف تخطرع على زميلك أنه يرافقك أو يمشي معك أو يجي معك إلى ملعب التزلج سوف تقوله له كيف؟ لا أحب البتناج، لا أحب البتناج، رياضة التزلج لا أريد أن أذهب معك إلى ملعب التزلج سوف تلعب البتناج، تحب تلعب رياضة التزلج على القليل ده أسلوب الإقتراح، نقلناها في ثلاث حالات في الدرس الثالث في اليونت خذنا أسلوب الإقتراح، كانت دايماً بيكون بصيغة سؤال، تحب كذا؟ هل تريده كذا؟ وكانت الإجابة بالموافقة أو بالرفض زي ما تتعلم انت بتسأل صاحبك من يدير المباراة، ونركز جداً على يدير المباراة من اللي بيدير المباراة شباب؟ أكيد الحاكم طيب، لو شيلت كلمة وحطت مثلاً لكيب، من يدير الفريق؟ من اللي هيدير الفريق؟ هيكون إذن الإجابة الصحية دلوقتي هي حارس المرمى، ماذا يعمل؟ شغلته إيه؟ بيسجل أهداف، وإن قبل كده نكلمة بي أو بيت بيدير المباراة أو بتحكم في سير المباراة، يدافع عن مرمى، طبعاً هادي الإجابة الصحيحة، أنت تنصح صاحبك لكي يكسب مسابقة أو منافسة، أنت ستقول له تجد أن تتدرب كل الأيام، لا يجب عليك الذهاب إلى التمرين، التمرين ده حاجة نيلة، ولا لها لازمة، طبعاً طالما عايز يكسب مسابقة، يبقى لازم أنصحه أنه هو يتدرب كل الأيام، جدي، أنا محتاج بالان دي المفروض تكون مش موجودة، أنا محتاج كرة لكي بحتاج البالان كرة كبيرة ليه؟ عشان لعب تنيس ولا فوتبول ولا بادمينتون، طبعاً فوتبول ليه؟ لأن التنيس بنحتاج لها كرة صغيرة بادمينتون كرة تريشة، لو تنيس ريشة بنحتاج لها كرة ريشة، انت ضد، انت ضد فكرة، هتقول ده أمر لطيف، فكرتك دي لطيفة خالص، فكرتك غير لطيفة، طالما أنا يبقى صاحبك بيسألك عن رأيك في التنيس، انت هتقول طبعاً الإجابة دي ودي جملة مكررة باين يذهب؟ هنا أين يذهب لكي يلعب كرة أو تنيس الريشة؟ تنيس الريشة، ما بنيعبوش على البحر ولا في الجبل ولكن بنيعبه أو جيمناز صاحبك بيسألك ماذا هنحتاج لكي نلعب الكيت سيرف، اللي هو ركوب الأمواج، أكيد ركوب الأمواج هنحتاج لأين بلاونش، ولا هنحتاج حبل، ولا هنحتاج راكت فوزيت بور لسبار إكسترام، أنت بور للسعودين أول واحدة كانت كونتر كونتر ضد، عكسها بور يعني معه، أنت مع الرياضات الخطيرة، هتقول أنا أكره الرياضات العنيفة، أكيد يقولها مش مصبوطة، أنا أحب جداً هذا النوع، جنر يعني نوع من الرياضة، و أنا أجدها خطيرة جداً طيب طالما أنت معاها، يبقى أكيد تقول أنا أحب هذا النوع من الرياضة، لكن الاتنين الثانيين أنا أكره دي أو أنا أجدها خطيرة، دي تبقى أراء الشخص اللي مش بيحب الرياضات الخطيرة فريق صاحبك المفضل كسب المباراة فلوديت، أنت هتقول له، كالي كيبا جانيالو متش، ما الفريق الذي فاز بالمباراة؟ تتمي فليسيتاسيون مع خالص تهانئي، فليسيتاسيون يعني كونجراتوليشنز، وهي دي الإجابة الصحيحة فلو دوموندي أفوترامي، أنت بتسأل صاحبك، أو البراتيك لاسكالات، أين هو يمارس الإسكالات تسلق على الجبال، أو تسلق الجبال؟ يقول الجبال، هكي اسكالات منتعات الأمرية ودي مكررة. أنت ترامي أخدمك، صاحبك يسألك، كيف هل كان يخشن؟ ايهو، التالي، أنت تقول له، إنه يبقى عمدة صحبك، كلاسيك، بالغطر. طبعاً، أنه يبقى عمدة صحبك، أخباح عمدة رياضات خطيرة. في محاولة الساعة، سابق مباراة أخبارها، سابقا يجعلونك اخبارها، اتجعلها، أحد يجعله أفريق المفضل، سيقول له أكيد تقول الأجابة صحيحة أثناء التمرين المدرب ينصح لاعبي يقول لهم لا تمرر الكرة لا تتمرن كثيرا لا تتمرن كثيرا صحيحة مش محتاجة صاحبك بيسألك بيسألك عن زيك الرياضي انت هتقول له انا بالبس الشميز القميس هنا بتكلم عن زيك الرياضي نركز باخد الميو لو زيك الرياضي وكده تبقى الإجابة اكتملت صحيحة مش لازم نكمل اللي بعديها انت بتسأل بتنصح صديقك لكي يكسب مباراة كرة القدم هتقول له تدرب جيدا انت فعله امر تدرب كويس قبل المباراة لا تمرر الكرة لا تسجل اهداف طبعا هكون الإجابة الاولى انت بتسأل المدرب عن رأيه في المباراة هتقول له ايه انت بتسأل عن الرأي فانت هتقول يبقى انت هتقول السؤال عن الرأي ما رأيك بشأن المباراة من غير ما كمل هذه الإجابة الصحيحة لكن اللي بعديها بالنسبة لي المباراة رائعة دي إجابة المباراة هي ادي برضو إجابة تمام لماذا بتسأل صاحبك لماذا هو يذهب إلى الجيمناز اللي هو سلط الألعاب الرياضية هتقول له طالما السؤال بلماذا لازم الإجابة يكون فيها سبب لأن بحب الفروسية أو ركوب الخيل علاقة ركوب الخيل بالجيمناز لماذا تذهب إلى الجيمناز الإجابة الصحيحة الوحيدة هي التانية صديقك بيسألك ل proyectهات التجهيزات الرئيسية لتجهيزات الرئيسية الشخص التي قد نمارس لسباحة كل شيء سباحة تعالى سباحة من غير ما نكمل أكبر ستسأل صاحبك عن ماذا انا بزوان الى ما نحتاج علشان نلعب كرة يد. ايه لدي بنلعب ايه بكرة اليد آآ مزيج سباحة ولا في لي شبكة وكرة كبيرة ولا ركت وكرة صغيرة. طبعا ما عنديش اي اختيار غير الاختيار التاني لو شبكة شبكة الجول يعني للكرة اللي بنمسكها في ايدينا عشان نلعب كرة اليد. بتسأل صاحبك اي نانو مارس الجودو. هيقول لك الجودو ولا في البيسين ولا سير لوتران ولا على ملعب نجيلا. الجودو بنلعب او جيمناس في صلط الالعب. صاحبك بيسألك اين تذهب عشان تلعب سباحة. الكرر ميت مرة يعني صاحبك بيسألك لك كورس سكوا خدنا دي قبل كده السباق دي يطلع ايه ستنسبارا دي فيديوال رياضة فردية. بتسأل صاحبك اين يمارس ركوب الخيل? ركوب الخيل خدناه في الكتاب بنمارسها ولا في الجبل ولا في البحر ولكن في الريف. عشان نلعب الريكبي نحتاجه الى طبعا موتوسيكل مالوش علاك خالص المضرب مالوش علاك خالص بنحتاج بالون دو رجبي اللي هي الكرة الكرة البيضاوية بتاعت الرجبي. عشان نلعب طبعا تنيس مرتبطة بالكور. صاحبك بيسألك عما نستخدمه لكي نلعب بوكس. بنستخدم ايه عشان نلعب بوكس من غير ما نكمل اكيد دي جان. صاحبك بيسألك عن تعريف الرجبي. يطلع ايه الرجبي انت هتقول انها ريادة تلعب ببني يعني باسكت او سلة. طبعا لا. هذه ريادة تلعب بتتلعب بالايد والرجل. هذه ريادة تمارس في المياه. طبعا اجابة الصحية هي التانية لان عارفين الرجبي الكرة البيضاوية اللي بيلعبها ناس اقوياء جدا وبيزقوا بعض بالايد والرجل ويقعوا بعض في الارض ويبهدلوا الدنيا. صاحبك بيسألك كيف نمارس اه تسلق الجبال? انت هتقول له بالكرة ولا بالسلة ولا بالحبل? اكيد بالحبل. انت بتسأل صاحبك ما هو الطيران الشراعي? هو هيقول طبعا هي رياضة خطرة لانه راح بيكون طاير في الهوى وميعلم بينا ربنا. صاحبك بيسألك عن تعريف كلمة انت هتقول له ست ان جو فيديو دي لعبة دي فيديو جيم. ست سبور جابوني رياضة يابانية ولا سبور كلاسيك? طبعا هي رياضة سبور جابوني رياضة يابانية وهي كمان مش كلاسيكية لانها خطيرة. اكسترام. بيسأل زميلك او او ان نلعب نمارس تسلق الجبال. طالما فيها بقى فيها جبل. صاحبك بيسألك الرياضة الخطيرة اللي انت بتحبها هتقول له ركوب الدرجات مش خطيرة السباحة مش خطيرة البوكس هي اللي خطيرة. بتسأل صاحبك الرياضة الخطيرة دي تطلع ايه? هو هيقول لك من غير ما نكمل دي الاجابة الصحيحة. لان كلاسيك وكالمة من سمات الرياضات الايه? الكلاسيك. بتسأل زميلك بتسأل زميلك عن رياضة الكلاسيكية المفضلة هيقول لك طبعا هو التنس لان الشراعي والجودو رياضات خطيرة. تسأل صاحبك عن رأيه في التنس هو هيقول طالما في سؤال عن الرأي هو هيقول الاجابة عن سؤالين واجابة اكيد الاجابة من غير ما اراها ولا غير ما اعرف معناها. لكن اللي قابليها كانوا اسئلة ما ينفعش هو يرد على سؤال بسؤال. انت عندك سباق المدرب هيقول لك. تدرب جيدا. انا عندي سباق في الستاد متى يبدأ السباق. طالما عندي سباق المدرب هيقول لي تدرب جيدا. انت بتعزم صاحبك على الذهاب معاك للملاكمة لتمرين الملاكمة. ولكنه يرفض فيقول ايه الجملة اللي هيقولها علشان يعبر عن الرفض. انا جاي بكل سرور لا. جيم بكولا بوكس اكيد بحب البوكس جدا. باعتزر يبقى هيقول ديزولي. سوري. سا نمو دي غيان. هزا الامر لا يعني لي شيء. ما بقى اهتمش بالكلام ده. صاحبك بيسألك سو كيلفو عما يلزم عشان نلعب رياضة الدراجات. كررت اكتر ممرة يعني صاحبك بيسألك برضو دي كررت هيكون رياضة خطيرة. بتطلب من صاحبك انه يروح لسلطة الالعب معاك. انت هتقوله له ازاي? هتطلب منه ان يجي معك ازاي? انا بحب اروح الجيمناز? لا. تحب تروح لسلطة الالعاب معايا. هي دي الاجابة الصحيحة. اين يقع الجيمناز? خدنا قبل كده الاقتراح بيتم عن طريق السؤال. نراجع الدرس والفيديو ده كويس. انت ترفض دعوة للذهاب لمشاهدة مباراة في الاستاد. هتقول ايه? علشان علشان اعتزر هقول انا جاي. هنا هوصل خليل خمس دقايق لا. الاستاد كبير ملاحش علاقة. ما بحبش الرياضة. دي الاجابة الصحيح. انت بتقبل دعوة للذهاب الى. هتقولها ازاي? بكره السباحة. ما لو بكرهها مش هقبل. ما بعرفش عوم. طبعا لو ما بعرفش عوم مش هروح لبسيد. لكن موافق. انها فكرة جيدة. ده ده الاسلوب اللي اخدناه وتعلمناه للتعبير عن قبول فكرة ما. انت بتسأل صاحبك اين يمارس آآ ركوب الخيل. الدي يطرر ركوب الخيل خدناها قبل كده كتير جدا بتكون الا كامباني. كامباني في الريف ولا في الجبل ولا في سلطة الالعاب. عشان نلعب تنس. يلزم? التنس محتاج له ينبال. عشان تلعب رجبي. طبعا بالون. الرجبي محتاج بالون. اسمها بالون دو رجبي. بالون دو رجبي يعني الكرة الرجبي لانها بيضاوية ومميزة. فريقك كسب البطولة. هتقول. المدرب حط استراتيجية وحشة جدا. اللاعبين لعبه كويس. الحكم الظالم او غير عادل. طبعا طبعا طبعما اكيد هتقول لعبه لعبه كويس. اما لو خسرت اكيد هتقول للمدرب زبالة واللعابة بتعرف شو تلعب والحكم زال. صاحبك بيسألك ايه هي الرياضات الخطيرة? انت هتقول له. الرياضات خطيرة هي ايه? فوتبول باسكت. اسكالات دلتا بلان. طبعا اسكالات دلتا بلان. ما هي الرياضات الكلاسيكية التي تحبها. انت هتردو تقول فوتبول باسكتبول. كرة القدم وكرة السلة اوما الاتنين رياضات التقليدية. فتنفع تكون اجابة صحيحة. تسلق الجبال والطيران الشراع دي رياضات خطيرة. كرة الهندبول والتنس برضو دي رياضات تقليدية. ازا عندي اجابتين صحيحتين. الاجابة الاولى والاجابة التالتة. انت بتسأل زمي لك كالسبار. ما الرياضات اللي هو بيحبها. الدي. هو هيقول. انا سألته اي رياضات اللي بتحبها. هو هي رد يقول. الباسكت لو دلتا بلان. لكلوب. لوجيمناس. لاربيتر. لانترانير. فين رياضات هنا? الرياضات هنا هي باسكت و دلتا بلان. اما كلوب و جيمناس دي اماكن والاتنين تنين دول شخصيات. صاحبك ما بيحبش الرياضة. هيقول. الرياضة تكون مهمة. بيحبهاش ازا يقول عليها مهمة. الرياضة دي حاجة نيلة او حاجة ملياش لازمة. هي دي الاجابة الصحيحة. لكن الاخيرة الرياضة حاجة هيلة او رائعة. هو بيحبهاش مش هقول عليها كده. ساحبك بيسألك عما تحتاجه لكي تلعب الكاراتي. بحتاج اي عشان نلعب كاراتي وجودو. الاتنين بحتاج كيمونو. اللي البدل للبيضة. تقترح. نشاط على اصدقائك. هتقول لهم ايه? لا. انا عايز اقترح. تيجي نروح ملعب التزلق النهاردة بالليل. هادي الاجابة الصحيحة. اذهب الى الملعب او الى سلط الالعاب في الموعد. تفعل امر. انا باقترح. باقترح بسيغة سؤال زي ما اتفعنا. ابل كده. اه. انت ضد فكرة هتقول. انا عايز اوي. لس موارف لشير. سيبني افكر. اتركني افكر. سنة با سنة تون ايه. فكرتك لايسة جيدة. هي دي الاجابة الصحيحة وهي مكررة. بوت غامي اكسابت اون بروبوزيزيون. صاحبك اكسيبته. يقبل اقتراح او عرض. طالما اكسيبته هيقول جنيال رائع او هيل انتظرني دقيقتين. هذا لا يعني ليشي. هذا الامر لا يعنيني او لا يهمني. ديزولي اسف. طالما اليقبل يبقى الدي هتنفع الاجابة الصحيحة هي جنيال. بو بروبوزيزي او واتر كوبان دالي او سينما. بتاقتراح علي زميلك الذهاب الى السينما. هتقول هل او زي. بو بولي علي استاد. مالهاش علاقة. ساتو دي ده رگرد او فيلم او سينما ما رأيك في مشاهدة فيلم في السينما. هيا دي الاجابة الصحيحة. بو دماندي او واتر امي بتسأل صاحبك عن رأيو في المدرب. هو هي يقول اله هو رائع جدا. هادي الاجابة الصحيحة. انت ضد فكرة. طالما ضد يبقى هتقول او اي طريقتين للتعبير عن الرفض. انت بتقبل دعوة. هتقول ايه? بان سور. بان سور بالتأكيد. بتقترح علي زميلك ان يمارس تسلق الجبال. انت هتقولها له ازاي? تحب تروح البسين. ما ليهوش علاقة بالاسكالات. تجي الجبل معي. هي دي بتاعت الاسكالات. لكن فوتبول في الاستاد برضو مالهاش علاقة. انت بترفض فكرة اه هنقولها ازاي? فكرة كويسة. لا. دي الاجابة الصحيحة. يعني هذا لا يعنيني او هزا لا يهمني. بتعبر عن رأيك عن الرياضات الخطيرة. هتقول ايه? هنا بقول لي مش هقول لي تسأل. هنا بقول لي تعبر. انت تعبر عن رأيك. بقى مش هسأل سؤال. فدي غلط. التانية انت تحب رياضات برضو غلط. انا ضد الرياضات الخطيرة او انا ضد الرياضات الخطيرة. هي دي الاجابة الصحيحة لانك هنا بتعبر عن رأيك. انت مع الرياضات الخطيرة. انت معها او في صفها. هتقولها ازاي? انا بكره. طالما انت مع الرياضات الخطيرة. ما ينفعش تقول انا بكره هي رياضات العنيفة. انا بحب جدا هذا النوع من الرياضات. دي الاجابة الصحيحة. انا اجدها خطيرة جدا دي برضو ما تنفعنيش. انت بتقترح القيام بنشاط ما صاحبك بيرفض صاحبك بيرفض هيقول لا استطيع انا عند شغل. هي دي الاجابة الصحيحة. بتقترح فكرة صاحبك بيقبل هيقولها ازاي? بف يبقى بيرفض. انا تقتراح. ايوان عايز جدا. يبقى هنا بيقبل. بتنصح صاحبك انه هي مارس الرياضة. انت هتقول لا يجب عليك. هنا جملة منفية تبقى انا بلع برادة كل يوم. ملناش دعوة. ده فعل امر مارس الرياضة. ممارسة الرياضة مفيدة بالنسبة ليك هي دي الاجابة الصحيحة. انت تعبر عن رأيك بشأن فريقك. رأيك في الفريق بتاعك. هتقولها ازاي? ده سؤال الغلط. يكون رائع دي الاجابة الصحيحة. وبكده يا شباب بنكون وصلنا لاخر موقف عندنا. الموقف آآ سهلة وبسيطة. قلت لكم قبل كده ان الهدف منها هو مراجعة اهم الجزئيات بتاعت الوحدة الاولى من وارتباط الكلمات ببعضيها الرياضات واماكنها والادوات المستخدمة فيها واسماء الشخصيات ووظيفتهم او المهام اللي بيقوموا بيها والجزئيات بتاعتها الاقتراح وازاي تقبل الاقتراح وترفض. دي كانت اهم الحاجات اللي مرت علينا وفي حاجات تكررت اكتر من مرة. ارجو ان الفيديو يكونوا عجبكم. وبكده يبقى اقفلنا الوحدة الاولى منها جلتها سنوي. للغير عشان خاطر الناس تستفيد. ان شاء الله انتظروني في الفيديو الجاي بقى مع بداية شرح الوحدة التانية. وحابب في النهاية اشكر مصطفى العمري اللي امدني بملف المواقف شكرا جزيلا له. شكرا يا شباب. والى اللقاء واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع مسيوليد مصطفى فرينشاوي دوت كوم. اشتركوا في القناة المترجم للقناة